استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب ورياضة بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية وخلال اللقاء بحث سموه مع وزيري التربية والتعليم وشؤون الشباب ورياضة سبل مواصلة الارتقاء بالقطاع الشبابي والتعاون بين الوزارتين في سبيل تحقيق التكامل لتنفيذ عدد من البرامج المتنوعة التي تهدف إلى إنشاء قاعدة شابة قادرة على حمل لواء تمثيل المملكة في عدة محاف الخارجية وأكد سموه على دور وزارة التربية والتعليم وجهودها البارزة في التنسيق والتعاون مع وزارة شؤون الشباب ورياضة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة المختلفة وهو ما يلعب الدور البارز في تهيئة الطلبة والطالبات في بيئة تربوية شبابية تعمل على تعزيز دور الطلبة في إثراء الحركة الشبابية مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة العطاء في الفترة القادمة ومواصلة التأثير الإيجابي على مستقبل الشباب في مملكة البحرين وأوضح سموه على دور البرامج المتنوعة للحركة الشبابية من وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الشباب ورياضة في غرس القيم الوطنية لدى الفئة الشابة حيث تساهم البرامج المتنوعة في اكتشاف المواهب في مراحل مبكرة تساعد المختصين على توثيب إمكاناتهم في الطريق الصحيح معربا سموه عن تقديره لجهود الوزارتين في تنمية قدرة الشباب البحريني من جانبهما أعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره للجهود والدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد للحركتين الشبابية والرياضية وهو ما ساهم في تبني العديد من البرامج المتنوعة التي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع كما أشهد وزير شؤون الشباب ورياضة باهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد بالارتقاء بالقطاع الشبابي والرياضي في مملكة البحرين مؤكدا أن استراتيجية سموه قادت هذين القطاعين إلى تحقيق نجاحة متميزة على المستوى الإقليمي والقرئي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر